كذلك طرح مدبولي خلال جلسة خريطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة بالمؤتمر الاقتصادي طرح إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفية خاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا وعشر مدبولي إلى أن لديه بعض الرسائل الواضحة حول المناقشات التي دارت في الجلسة بشأن قطاع الصحة موضحا أنه في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فوفقا للقانون فإن قيمة الخدمة محددة وموحدة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية سواء كانت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع الخاص ولذا فهذه فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر في الاحتياجات المطلوبة